بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السعادة والمعالي رؤساء الوفود السادة رؤساء وممثلوا المنظمات الدولية والإقليمية وسنديق الاستثمار والمستثمرون السيدات والسادة أصبح منتدى أفريقيا للإستثمار فرصة سنوية للنقاش وتبادل الرؤى بين جميع الأطراف المعنية ببلورة أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة وهنا أتوجه بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر كافة وجميع المشاركين في جلساته والتي كانت مناقشتهم سرية بما تم طرحه من قضايا تتصل ببرنامجنا التنموية والإصلاحية وإشراك المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تحقيقها السيدات والسادة ركز المنتدى في نسخته الحالية على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص ولقد ركزت النقاشات خلال الجلسات المؤتمر على الاستثمار في البنية التحتية وربط ذلك بالتحول التكنولوجي حيث خلصت إلى التاني أولاً دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة ثانياً ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي ثالثاً أهمية السمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة رابعاً تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانيات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب سادساً دعم مبادرات التحول الرقمية لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي سابعاً استمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري سحة وتعليم وتنمية للمهارات وتطوير قدرات الشباب وتوزيف إمكانياتهم ثامناً تعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزياودة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة العمل على دعم وتشجيع المرأة على الدخول لسوق العمل ومساعدتها في إنشاء مشروعات منتجة وحصولها على نصيبها العادل من التعليم وفرص العمل السيدات والسادة في ختام أعمال مؤتمرنا أتقدم لجميع الحضور بخالص الشكر لما أبدوه من حرص على المشاركة وإثراء المناقشات كما أعرب عن التقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر وأتطلع لرؤيتكم في نسخة العام القادم عاقدين العزم على تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحويل الخلاصات التي تصدر عن المؤتمر إلى واقع ملموس هادفين في ذلك إلى تحقيق أمال وتطلعات الشعوب نحو أفريقيا التي نحلم بها نامية ومزدهرة ومستقرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا